اشتركوا في القناة اهربوا من القلوب الباردة ومن الصوت الواحد من القائد الفحل من الشعراء العموديين اهربوا من النقاد الواقعيين من الباحثين الموضوعيين من الصحفيين المصابين بالإسهال من كتاب المسلسلات التلفزيونية من المسؤولين عن التنبية الزراعية ومن الأدباء الضفاضع اهربوا من أصحاب اللح الشعثاء الحالمين بعودة المهدي المنتظر من المتخصصين في ابتكار الشعارات والأيديولوجيات من المشغولين بإشكالية الشرق والغرب من الحالمين باسترجاع الأندلس هروبي هروب الطائري من القفص الحديدي والشاعري من الحاكم المستبد والتلميذي من الدرس الثقيل أشعر أنني أنطرق نحو الضوب متخلصا من حبالي الماضي اهلاً أهلاً 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 صديقين اللبس لحليك LEBASS الله يخليك شكراً حسنا صباح الخير ومرحبا بك البيت وبيتك يا صديقي شكراً 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 على الاستضافة في بيتك الله يبارك فيك وبيتنا جميعاً نعم والله وهو بيت الذاكرة الأدبية لأنه وأنا أراك الآن بكل هذه الكتب يعني أفكر في قصتك الأولى التي كتبتها وأنت في سن الخامس عشر من العمر كيف أن طفلاً صغيراً لدغته أفعى فأردته قتيلاً كانت الشرارة الأولى شرارة حارقة نعم هي من وحي الحياة في القرية يعني القرية في وسط القيروان في وسط البلاد التونسية وفي سنوات الجفاف ليس هناك حسد الناس تجوع فتذهب إلى الشمال وتترك الأطفال يعني تذهب إلى المناطق التي توجد فيها الأغنية الذين يمتلكون أراضي شاسعة وحقول القمح والشعير يشتغلون عمال يشتغلون عمال يأخذون نصيب من تلك السابة من السابة نسموها في تونس من السابة السابة القمح أو السابة الشعير ويعودون للشتاء لأن فصل الشتاء يكون طويل ولذلك يعودون بالقوت الذي يجعلهم يتحملون تلك الأشهر القاسية منذ الشتاء البرد والثلوج إلى غير ذلك ويتركون الأطفال فأنا تلك الحرقة التي في قلب الطفل الذي تتركه عائلته وهو يتطلع إلى الجبال في الشمال ويرى أن أمه وأباه هناك وهو وحيد فكتبت تلك القصة من وحي ما نعيشه نحن في كل صيف ولكن كان هناك طفل فعلا ندغته أفعى كثير من الأطفال كثير من الأطفال لأن هذا الطفل الذي يريد أن يلتحق بوالديه يفر من القرية ويريد أن يلتحق بوالديه وتلدغه أفعى فهي موسيبة كبيرة لأن هذه المناطق تعاني من الجوع ومن العطش فأنا صورت ما عشته أو تلك الحرقة كما أنت سميتها يعني عشتها وأنا طفل ورأيت أطفال كثيرين يتعذبون ويموتون أيضا أنا حسيت هذه الحرقة لازمتك وكانت أصلا في الكتابة لديك لأن حتى القصة الثانية ستكتبها بعد سنتين كانت بسبب وفاة الأب نعم نعم مرة أخرى دائما يعني الحرقة والفجيعة التفولة تسكن كل الكاتب وأظن أني قرأت ذاته يوم لي جامريال جارسيا مركز يقول أن التفولة هي أهم حدث يعيشه الكاتب وأنا هي المنجم الأساسي المنجم الأساسي والكنز الأساسي للكاتب يعني هو هو التفولة التي يعيش فيها أحداث ولكن الملاحظة لابد أن يكون الإنسان منتبه لما يحدث من حوله تلك العوالم العجيبة القصص الناس الوجوه الفصول موش الناس بشكل عام الناس ابتداء من عائلتك أنت كتبت عن الأب وعن الأم وعن الجدة وكتبت عن حكاية جنون بنت عمي نعم وكانت قصة واقعية يعني ولم أغير حتى الاسم لأن هذه ابنة عمي آنية يعني هي ابنة عمي فعلا وتزوجت وأجبرت بالأحرى على الزواج من رجل لا تحبه وأنا كتبت قصتها وأصيبت فعلا بالجنون في آخر حياتها ولكن تبعا الأدب يكون غير الواقع أحيانا والواقع أيضا هو الواقع وغير الواقع أنا أول أدب أنا هذه الحكاية بالضبط يعني حكاية جنون بنت عمي هنية قوتها أولا في أنها كانت أشهر قصتي لك وكانت عنوان مجموعتك القصصية الأولى التي اطلع عليها يوسف إدريس نعم فكتب عنك وأشاد بك أشاد لأنه أحس بتونس الكاتب مثلا عندما أقرأ أنا يوسف إدريس أحس بمصر نجيب محفوظ أحس بحواري القاهرة ربما الفرق ما بين نجيب محفوظ يوسف إدريس هو أن يوسف إدريس كاتب قرية أيضا نعم فأحس بك لأنك كاتب قرية مثلا لا أنا أحكي على الوسط الذي يأتي منه الكاتب يكون فاعلا أساسيا فيما تكتب وهو التامن للقرية وأنا تأثرت جدا بيوسف إدريس كما تأثرت أيضا بطيب سالح لأنه أيضا كتب عن القرية عن بهاليل القرية وعن بسطاء القرية عن الفلاعين جعل منهم أبطالا فأنا أردت أيضا أن يكون ناس قريتي أبطالا في قصصي وفعلا كذلك كانوا أبطالا في قصصك وهذا القصص أعجب بها يوسف إدريس ولكن قبل الإعجاب حصلت مناوشة بينك وبين يوسف إدريس في المغرب نعم نعم لقد كانت مناوشة لطيفة يقول لك من صداقة لا تأتي إلا بعد عداوة أو محبة تأتي بعد عداوة بالفعل وأنت تعرف يوسف إدريس صعب المراس كاتب كبير وصعب المراس يعني في سلوك أنا موقيتوس معمرني سفته ومعمرني عاشرته ولكن أسمعهم وأنا كنت معجب ولازلت طبعا من أكبر كتاب الذين تأثرت بهم في حياتي مثلما تأثرت بتشيكوف مثلا أو بموباسان أو بفلوبير وهو في هذه المنزلة بالتأكيد فأنا وجدت في دار بن عيسى الوزير في أصيلة والمثقف المغرب الكبير وكان عملنا عشاء وكان شكري أيضا محمد شكري موجود وكثير من المثقفين والكتاب والمبدعين في تلك السهرة وأنا كنت أريد أن أتحدث مع يوسف إدريس وأقترب منه فأنا بدأت أتحدث وأخذت يعني لست لم أأتي من تحت كما يقول كما نقول في تونس لا أنا نعرفك يا حسون أنت تتكلم هكذا كمثل ملكين فوق عرصه نعم وهو أراد أن يجعلني في المكان الأسفل فقال لي طيب أنت من وين؟ قلت له أنا من تونس قال لي طيب المغرب عندهم ملكية يفتخروا بها الملكية وقديمة وقرون من النظام الملكي والجزائر عندها ثورة وتونس عندكم إيه يعني تفتخروا به قلت له عنه الهريسة الهريسة هي التي نضعها في الأكل والتي تحرق يعني فهو قل لي ما هي الهريسة وبعدين ذحكوا صرنا أصدقاء قلت له يعني هي الهريسة نحن مشهورين بالهريسة مثل المكسيكيين نأكل الحار الحار الأكل خاصة في الصباح ثم أحيانا تفتروا بالهريسة نعم ومناطق كلها في الصباح نفتروا اللبلابي لبلابي لبلابي الحمص ونضعوا فيه الهريسة التونسية الهريسة يصنعها النساء وعندها مذاق طبعا جميع يعني يعني قليل أخذها إلى أصدقاء الألمان يحبونها جدا أنا مرة كتبت ويمكن قريتها أنا كتبت على الفيسبوك فطرت باللبلابي لم أتغدى ولم أتعشى ذلك اليوم نعم نعم وجبة فضيعة جدا فلما فسرت له فسرنا أصدقاء فالتقيت في بغداد وكان مدعو من ترف في مهرجان المربد واستضافني في غرفتي في الرشيد وقال لي أنا صدام حسين أعطاني هذه الغرفة وأعطاني فيها كل ما أنا أريد أن أشرب وأأكل إلى غير ذلك فابقى معي على الأقل تتقاسب معي كل هذه الأشياء الجميلة وبعدين زرت في مكتبه في في الأهرام في القاهرة وكان عنده مكتب وكانت جلسة لطيفة جدا لأنه حكينا فيها كان نجيب محفوظ مخذ جائس نوبل الأداب وكانت جلسة لطيفة على كل تحال على أي تحال أصبح صديقا وكتب تلك الكلمة التي ظلت تتردد على ألسنة الكثير من الذين يكتبون عني عندما يستحرون لأنها شهد من كاتب كبير لم تأتي من أي كاتب ذكرني ذكرني بهذه الجملة يقول عندما تقرأ قصة لحسون المصباحي فكأنك تعرف تونس والإنسان التونسي صحيح وهو كذلك وكالمشكلة هو أن الإنسان التونسي وربما الكاتب التونسي والمتقف التونسي لم يفرح بقصصك كمثل ما فعل يوسف إدريس لأن العديد من أدباء العاصمة فيما بعد خاصة مو كتاب لا شوف عندك خصوم كتاب في العاصمة التونسية لا أنا عندي قراء والقراء محايدون في تونس أما الكتاب عند مرض آخر لا أستطيع أن أذهب بعيدا فيه لأنه لا يهمني أنا أكتب لناس يحبونني وسأظل أكتب إليهم لا أكتب لهؤلاء الناس الذين أحيانا لا يقرؤونني ويحدث وحدث ويحدث أن يتكلم أحدهم عني دون أن يقرأ لي ولو سطرا واحدا هذا يحدث في تونس لكن أنا عندي قراء في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي مصر التي لأنه نحن في تونس عندما بدأت أنشر نشرت في مصر لأنه عندما تعرف في مصر فمنعها تعرف ككاتب مصر فيها قراء وفيها نقاد وفيها مجلات كبيرة إلى غير ذلك فلا يهمني يعني أنت تعرف كثير من الناس يعادونني في تونس لسبب من لا أدريه ولو أنا اهتممت بهم لما وصلت الكتابة لأن هؤلاء الناس يمرضون بالحسد ويمرضون بأشياء لا تهمني لا أكيد الحلقة متوطرة بين الأدباء وأنت مرة كتبت مقالا قلت فيه هل هناك صداقة بين الأدباء نعم في نفس الوقت اللي مثلا عند الكتاب فيه رسائل إلى أصدقاء وبعدت فيه رسائل رسائل إلى أصدقاء بعيدين إلى أصدقاء بعيدين نعم كتبت فيه رسالة الأدونيس محمود درويش ونجيب محفوظ وأيميل حبيبي وأدباء تونسيين ولكن هل هناك صداقة بين الأدباء؟ بالتأكيد الصداقة هي عنصر أساسي في الحلقات بين الأدباء يعني لما نقرأ مثلا رسائل بين هونري ميلر والأدباء الذين عرفهم حقيقة أشياء رائعة يعني تجعلك تدخل إلى النفس الإنسانية وسمو النفس الإنسانية وقدرتها على التعبير على الحب لأنه ما هي الصداقة تجعلك تواصل الكتابة وكلمة من صديق أحيانا تجعلك ترتاح حتى ولو كنت تعيش النكد والشقاء والخوف مثلا مثلا أنا أقول لك حاجة في سنوات مرة عشتها وأنقذني منها صديق بكلمات وهو خالد النجار هذا صديق زميل ونبيل هذا صديق نبيل وكاتب حقيقي نثرا وشعرا وإذا تحدثنا على الحداثة في تونس لا يمكن أن ننكر الدور الرأى والبديعة والخفي خالد النجار لا يتكلم يفعل ولا يتباهى بأي شيء يقوم به هو الذي عرفني بأدباء مصر وبأدباء لبنان وعندما عشت تلك السنوات المرة البتالة والتشرد في عاد بورقيب عندما أترت من عملي بكلمات وبرسائل التي سوف أنشرها ذات يوم جعلني أتفائل جعلني أعود إلى الكتابة أعود إلى القراءة لأن القراءة مهمة جدا قبل الكتاب لا يمكن أن نكتب بدون أن نقرأ وخالد النجار كان يطلعني على عنوين وتلك الطريقة التي يقدم بها الكتاب أو الكاتب تجعلك تقبل على الكتاب أو الكاتب بشكل كما أنت تقبل على طبق لذيذ صحيح رواء شوف أنا بصراحة أيضا الكلام اللي قلت على خالد النجار أعجبني جدا لأنه مثال للصداء نفس التقدير نعم ولكن أنت مشاعرك متناقضة أحيانا تجاه أصدقائك يعني مرة شوفك تحتفي بصديق وتمر سنوات وألقاك تنكل بها الغدر الغدر لا أحب الغدر أنا كنت وفيا لكثير من الناس وعندهم كتبت وموجود في كتابي كل شيء مؤرخ يعني رسالي لأصدقاء بعيدين نشرت رسالي إلى ناس قطعت بهم علاقتي وقلت ذلك في المقدمة لكن أنا لست التاريخ كتبت ونشرت تلك النصوص التي كتبتها من وحي الصداقة والمحبة وعندما تنكر لي هؤلاء وغادروا بي تركت نصوصهم ولكن علاقتي بهم انتهت ولذلك أنا أتألم أنا إنسان وفي جدا للصداقات وعندما أرى أن إنسان يتلاعب بي ويتلاعب بعواطفي التي هي أجمل ما في الإنسان هي عواطف على الأقل لأنني لا أملك مالا ولا أي شيء أنا أملك عواطف وقلم فإذا كان أنت تخون العواطف وتخون قلمي فمعناها لست صديقا وأنا بصراحة لم أتنكر لهؤلاء وإنما قطعت بهم علاقتي ولم أكتب ضدهم وصلت أقرأ لهم ولم أخدر بهم عندما كنت شو إمكانياتي كنت في ألمانيا أنا كنت نعيش من قلمي مع ذلك دعوتهم دعوت كثير من الأصدقاء وهم لم يفعلوا بل هم حاربوني حتى في خبز اليوم بعدئذ كيف تريدوني أن يعني هذا مؤلم جدا المؤلم عندما الغدر بالصداقة هو أكثر إيلاما من أي شيء آخر بالنسبة للمبدأ حسنا سنبقى مع الأصدقاء ومع صديق مشترك لنا آخر هو الشاعر محمد الصغير أولاد إحمد الله يرحمه قبل وفاته بأسابيع قليلة أنا كنت في نشاطة قفيفتون ستذكر أنا زرته في الحمامات وتلك الليلة الجميلة وقال لي استبقاني للعشاء ومريضك قل يخسك تجلس حتى التعشاء وعند ذلك مفاجأة وكانت المفاجأة هو أنه دعاك وكنت معنا في المطعم وقضينا فعلا ليلة مثل ما قلت بديعة ولا تنسى نعم بعد أسابيع قليلة مات محمد الصغير أولاد إحمد وإذا بك بعد وفاته تطلع بمقالة تقول بأن قصيدته الأشهر أحب الحياة البلاد كما لا يحب البلاد أحد ليست له أنه سارقها لحد شيء من هذا القبيل هي القصيدة منتع أولاد أحمد وهناك شعر آخر كتب معارضة لتلك القصيدة في سهرة من السهرات أنا أوردت أن أذكر أن القصيدة ليس ليس سريقة هم اللي قالوها الذين يتقولون لا علاقة بيهم صحفة التونسية وحتى المغربية وغيرها كل شيء لا لا أبدا لأنه أعد إلى كلامي قلت في قصيدة إلى الجلالية محمد ريذا الجلالي هو من نفس منطقته وكتب قصيدة معارضة لقصيدة أولاد أحمد لم أقل سرقها وأولاد أحمد يعني فوق سرقها وليحتاج أن يسرق قصيدة أولاد أحمد يعني أنا أزعجني في الجنازة أنه اللي جاء وما جاء الشعراء لتأبينه أصدقاء الذين يعني تقاسموا معه وجعوا الكلمة لابد أن يكونوا حاضرين وأنا واحد منهم على ما أظن صحيح صحيح وأنت تعرف صحيح والناس يعرفون وأولاد أحمد نفسه الذي هو الآن في العالم الآخر يعرف ذلك لكن أنا أوجعني أن أرى يسريين سياسيين يتطفلون على الشهر ولا يعرفون من أولاد أحمد إلا تلك القصيدة وكأنه كتب قصيدة واحدة فيما أن أولاد أحمد قصائد ذاتية أنا أفضلها على قصائده الإديولوجية والسياسية وهو يعرف ذلك وقد كتبته وهو حي وقلت أن هذه القصيدة ليست مهمة جدا أحب البلاد كما لا يحب الأحد أنا أردت الاستفزاز هذا واضح أنا أردت الاستفزاز هذا لا أنكره أردت أن أستفز هؤلاء الجهلة فكنت أريد أن أقول لهم أنكم لا تعرفون أولاد أحمد وأنه أنا عشت الأجواء وكتبت تلك القصيدة وأنا حاضر من محمد رضا الجلالي الذي مات شبه منتعر من أوزع تونس والأوجاع تونس فأنت لماذا لا تأتى أنت تريد أيضا أن تقول هذا ربما حتى الذين انتقدوك قالوا هذا الكلام قالوا هو شاعر آخر يبقى مهم بالنهاية ولكن مات مبكرا وكذا فلماذا يستحضر وفاته في أولاد أحمد لا لأن إذا أرادنا أن نعرف ثقافتنا بلادنا نستحضر الجميع أيضا يعني محمد رضا الجلالي مات معذبا بسبب الجو الثقافي المتعف في تونس يعني أنا أردت طريقة في الاستفجاز أنا أتحكم فيها وأعرفها وكنت أنتظر ذلك وقد فعلت ولكن أنا أسألك بدوري عزيزي وأنت تعرف صداقتي بأولاد أحمد وماذا فعلت له في حياته أنا أسألك من كتب كتاب على أولاد أحمد بعد وفاته؟ أنت الآخرون الذين مجدوه والذين أرادوا أن يقولوا أنهم يحبونه أكثر مني أنا أنا الوحيد الذي كتبت كتاب محبة وخاعنا وأنهم ملغوم أحلام أولاد أحمد الضائعة يعني هذه الضائعة نحن ملغوم وهو أحلامنا كلها ضائعة نحن جيل الأحلام الضائعة ونحن نمانع هذا الضياع لكي لا يتخطف مننا كل أحلامنا يعني نمانع مستقوين عليه بالصداقة ومثل ما قلت يعني الصداقة أساسية عندك وهناك صديق آخر يهمني أنا أترحل السؤال بشأني هو سمويل شامعون سمويل شامعون الذي كتبت سيرته في روايتك الآخرون قبل أن يستعيدها هو في عراقي في باريس بغيتنا أعرف هذه السيرة ما قصتها يعني سيرة بين كاتبين أنا يبقى مثلا إلى جانب خالد النجار سمويل من أعز من عرفته في حياتي بالتأكيد لحيويته ولخياله الجامح وأنا كنت أسمع قصصه على مدى سنوات وسنوات وأنا أسمع تلك القصص فالآخرون ليس الوحيد أنا أيضا حتحدثت عن خالد النجار وتحدثت عن العفيف الأخضر وعن نساء وعن رجال وتحدثت أيضا عن نفسي صحيح لأني أنا المحور الأساسي في تلك القصة والآخرون هم من حولي وفي النهاية عندما أروي قصة سموال يأخذ الساعة ويرماها في نهر السين في باريز وكأنه رما كل أحلامه لأنه أيضا هو شخص حلم ولا يزال أنت تعرف قوة سموال هو في الأحلام صحيح أنه يتجاوز كل الظروف الصعبة ومارارات الحياة اليومية أحيانا يتجاوزها بالحلم الحلم جميل والعلقات الإنسانية وأنا الوحيد الذي عندما أتحدث عن سموال وكأتحدث عن جزء مني لأنني عشت معاك لما كنت في ميونيخ كان عندما يأتي البرد وليس له مأوى في باريز كان يأتيني وأنا تقاسم الغرفة التي كنت أعيش فيها في حيش وفي ميونيخ وإلى حد الآن بالنسبة لي هو سموال هو جزء من نفسي ولذلك عندما أتحدث عن سموال فكانني أتحدث عن نفسي ونحن سنبقى لن نغادر رحبة الأصدقاء هذه ولكن سنواصل حديثنا عن الصداقة والأصدقاء على السفرة ما رأيك؟ يكون شيء جميل وأجمل شيء هو دائما الحديث عن الصداقات حتى لو كانت فيها أحيانا مرارات صحيح نحن سنواصل بدون مرارة ولكن في السفرة أتمنى أن تنظر لديك شكراً موسيقى 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 هواها ظل تونسياً رغم سنوات باريس و لندن موسيقى فأنت عملت لي كوسكوس مغربي هذا كوسكوس مغربي أنتم تعملوه باللحم البقرة صحيح كثير نحن نعملوه بالسمك أيضاً موسيقى خاصة من المناطق البحرية صحيح مش الداخلية يعني القروان مفيش كوسكس بالله ولكن السفاقس بنزرت تونس العاصمة يعملو كوسكوس بالسمك تحتفت بصيرك أو تاكل مباشرة ناكل مباشرة ايه صافي ممتاز حتى أنا ساكل مباشرة وأنت تعرف الكوسكس ياكل كنا ناكله باليد بدون ملعقة وأنا مرة سماعت ألي الحسن الثاني الملك الحسن الثاني كان يحب يأكل الكوسكس على الطريقة القديمة البربارية باليد باليد ويمكن يكون صعيع هذا حكالي كان يعرف الملك الحسن الثاني جيداً وقالي كان يحب يأكل بلياد يا أخي إحنا أصلاً سنوات قليلة لكي نستعمل الملعقة وإلا كنا نأكله بلياد ولا يكتمل إلا بأكله بلياد أنا درت لك في حقيقة كنت كنت نقول إما نعمل لك كوسكوس أو نعمل لك سمك وأنا أعرف أنك عاشق للسمك آه طبعاً تعرف حسون أنا أول مرة أشفتك في حياتي متى في أصيلة كنت مع محمد شكري تأكلاني سمكاً في مطعم بي بي نعم كان محمد شكري طباخ مهر وكان ما يكلش كوسكسي قطع سيلته بالكوسكوسي وبدأ فقط سمك وكان يأخذنا على المطاعم في اللي هي على تانجا على البحر وهو اللي يطبخ السمك صحيح نشتري سمك من السوق السوق تانجا الكبير اللي هو في السوق الداخل وننزل يعني الطريقة ذاك من ينزل حتى للبحر وكان عنده صديق ويتركه على مزاجه يعد لنا ما يعد فقط سمك سمك وكانت له يعني حقيقة لذيذ جداً الأكل مع محمد شكري طبعاً هو جلسة جديدة وممتعة وكل شيء مش فقط أكل الموسيقى كان محمد شكري هل تتصور أنه محمد شكري فجأني ذات يوم أنه يعرف الموسيقى التونسية أحسن مني أنا ففجأت قال لي أنا عشت متشرد كنت وذني معه على ذكر الموسيقى أنت أيضاً عاشق للغناء التونسي القديم وعاشق لصاليحة وأنا أول مرة أعرف صاليحة من خلال روايتك هلوسة ترشيش نعم تحكي عن تلك الطفلة اليتيمة التي التقاها ربما تاجر رقيق زنجي وأخذها في الميناء وكذا لا هي كانت خادمة هي من منطقة الكاف على الحدود مع الجزائر وأنت تعرف هؤلاء الناس فقراء ينزحون إلى العاصمة ويخلوا ابناتهم يشتغلوا عند الأغنية فمرت في غياب السيدة التي تشتغلها عندها غنت فكان محامي يتردد على البيت السيدة هذهك فسمحها تغني أعتقد أنها السيدة هذهك تغني فبعدين اكتشفتها القوة متاع صاليحة أنها تغني بالعربية الفسحة وبالدارجة بشكل من أروع وهي ممثل الروح التونسية صحيحة وانت بالمناسبة مرة بعد الثورة التونسية وكذا كانوا يتكلموا الهوية ما الهوية وكانوا أحاط بك الإسلاميون وطرحوا لك سؤال الهوية قتلهم الهوية التونسية هي صاليحة هي صاليحة فاستفزتيهم بها الجوار يعني يا أخي خسرنا ساعات وأيام وأشهر في شيء اسمه الهوية يعني أنت وليت تونسي شك في نفسه لو هو تونسية وليه وحطي ما يا ولدي امشي اسمع صاليحة أنت تونسي يعني لماذا هذا العذاب في البرغمان طبعا لأن الأمور تعقيد الأشياء غير مبرر وتعقيد الأشياء يأتي من أولئك الناس الذين يريدون تدمير مجتمعاتهم وانتك تشوف يعني بأنك لأن دخلت في خصام مع طبعا لأن هذه خصومة فكرية ثقافية وهما جرون إلى الحديث على أشياء كنا نحن كمناها كانت محسومة محسومة يعني أنت تجي مثلا تجي المصري تشككه في مصرييته هو مصري بتراثه الفرعوني والعربي والمسيحي والإسلامي وكل شيء يعني هذه هي مصر عدم تبغيتي تضطف صلو مصر المتعددة وتونس نفس الشيء أنتم لماذا تتساءلون ما التونسي من هو التونسي يا أخي اسمع صاليحة كمانا فطبعا كان الجواب هذاك مفهم لهم لأن من قطم هؤلاء الناس الذين لا يريدون ترحى الهوية لا يعرفون صاليحة فعلا لأنه صاليحة هي تمثل للروح التونسية وما هي الروح هي الهوية هي أنك لما تسمع صاليحة جوارع كلها أحيانا تبكي تعرف هذا لأنك أنت مغترب ولأنك عشت عشرين سنة في ألمانيا المغترب عند رهافة في كل ما يتعلق بالهوية يعني لا تصير الهوية عند المغترب شعارا بل أحيانا يشوف حاجة في التلفزيون يحس بنفسه من الداخل أنت لا تحب بلدك إلا عندما تبتعد عنها صحيح ولا تعرف بلدك إلا عندما تبتعد عنها أنا بعدت على تونس وأنا كاره لها لأنني عشت التشرد والجوع والخوف تلافى أشياء عندما تجتمع تدمر الإنسان الجوع والتشرد والخوف أنا عشت ولما مشيت لألمانيا ارتحت فكالإتمأنان عدت إلى تونس ما عادش عندي ثلاثة لا التشرد ولا الخوف ولا الجوع فبدأت وأكتشف بلادي حتى المعمار الشبابيك القديمة الغناء الغناء البدوي أيضا أنت لا تعرف كم أنا أحيانا أبكي عندما أستمع إلى تلك الأغاني التي استمعت إليها وأنا في الريف النساء النساء وهن يحصدنا وإلا يجمعوا الزيتون وإلا اللوز ويشتغلوا في الأرض ويغنوا الغناء امتعهم الشجاء يسلام يولد الشجاء الشجاء فإن الشجاء يعني فجأة المرة اللي فاتت تمشيت مع فنان كبير اسمه فاذل الجزيري يريد أن يحيي الفن الشعب القديم الذي ترك وأهمله وسمعت بده في جنوب تونس في توزر وفي قفصة وفي لوحات وإذا بي أحس أنه دموع نزلت بدون أن لا أستطيع أن نوقفها لأن هذه الكل استحضار لتلك التفولة لذلك الماضي للنساء لأمي لكل النساء اللي سمعتهم يغنوا عذاباتهم في الأرياف قل لي إحسونة هل لهذا قررت أن تبني بيتا في القرية؟ نعم لأن الآن بتبني بيتا في القرية المكان الأول الإنسان يعود دائما ما الحب إلا للحبيب الأولي وللمكان الأولي يعني ذلك المكان الذي عشت فيه الوح يظل دائما يسكنني حتى ولو بتعد تمشي لأمريكا تستحضر وتمشي لأستراليا تستحضر المكان الأول أنا بالنسبة لذي أنا أحكي عن نفسي لا أدري ثم هناك من ينسون المكان الأول لكن أنا لا أستطيع وقد قرأت رواية مهمة جدا لألماني اسمه زيبالد لا يعرفه العرب وهو كاتب كبير كتب رواية عن المهجرين ثم ناس تهاجر وتبقى وتنسى أوتانها وتولي حتى اللغة تتبدل تتكلم لغة أخرى وكذا ولكن عندما يكبر به ويتقدم به السن فجأة يستيقظ الأماكن الأول فهؤلاء كلهم ينتهون يأما في المستشفيات النفسية مساحات النفسية أو ينتحرون أو إلى غير ذلك فأنا كل الناس كانوا ينتظروا حتى في القرية تعجب ويقولوا هذا الذي هذا الشير يدو هذا الشير يدو الذي شرد عن القطيع كيف يعود وانت تقول وأنا أقول في يعني روايتي هلوسات ترشيشة التي تبعت أيضا في مصر أقول خان أجداده في كل شيء إلا في حبهم للترحال والتي نبدأ الرواية هكذا صحيح يعني طبعا أنا رحلت ولكن لا يدرون هؤلاء الناس الذين تعجبوا من عودتي في بناء هذا البيت في نفس البيت الذي عشت فيه تفولتي يقول لك لماذا عاد لكن هذه هذه قصة طويلة فلسفية فكرية لا أستطيع أن أفسرها لهم ولكن أنا كتبت في رواية جديدة ربما لا في بحثا عن السعادة الفصل الأخير يبدأ الفصل الأول هو الصندوق الأخضر اللي اكتشفت فيه الكتاب القرآن لم يكن هناك كتاب في القرية الكتاب الوحيد هو القرآن عند عمي الذي درسه شوية قرآن بقي ولا كتاب ولا والو كما تقولوا أنتم في المغرب والو ما فيش ما دمش كتاب وبعد ننتهي بالعودة إلى القرية التي يفسر فيها العودة الروحية إلى المكان الأول لأنه بعد كل هذه الغربة ترجع بكتب هذه القرية لم تكن فيها كتب أنا رحلت عبر العالم لا أملك شيئا لا سيارة ولا أي شيء ولا كذا رحلت من أجل أن الكتاب أحببت الكتب ولازلت إلى حد الآن عندما يعني في كل الشدائد التي أمر بها ينقذني الكتاب سأعود هدية إلى قرية تلك الكتب التي رحلت معي وسافرت معي وسيكون هناك كتاب كبار يعني هناك في تلك القرية التي تعيش الجهل والأمية هذا شيء جميل هذا ما أردت تفسيره يعني باختصار شديد وأنا كنردك للقرية بهذا الكسكسي فخلينا نعود إلى طعام القرية أيضا ونأكل شوي يعني تقويته شوية في الاستقبال عن يوسف إدريس وفي الصفرة جئنا على سيرة محمد شكري نعم ولكن هناك كاتب تالت من ملهميك الأساسيين لم نتحدث عنه هو نجيب محفوظ بالتأكيد قرأته تلميدا في الإعداد ثم جئت مع الألمان وعملتم فيلم عنه في القاهرة قبل أن يحصل على النوبل ثمانية وثمانين سبتمبر ثمانية وثمانين نحن عان يعني كان حدث كبير في حياتي لأنه لما قدمنا مشروع الفيلم أنا وسيدة إيرت موت هيلر التي كانت تدير مجلة فكر وفن في البداية رفض التلفزيون البافاري لأنه نجيب محفوظ في ذات الوقت لم يكن معروفا ولكن عندما اقترحنا أن هذا الكاتب أفضل من كتب عن مدينة القاهرة والقاهرة من مدن العالم طبعا قبلوا الفكرة وجئنا وأول لقاء بالعظيم نجيب محفوظ كان في الإسكندرية وقت يقضي الإيجاد الصيف دائما يروح للإسكندرية وبعدئذ جاء على القاهرة وبدأنا نصوره وكنا ننهي الفيلم النهايات عملنا دوره في القاهرة ورجعنا إلى هيلتون النيل حتى نستريه وكنت أنا في الدوش وواحد من الألمان بدأ يضرب يخبط على الباب يضرب يقول لي حسونة وقلت له ماذا حدث قال لي يا أخي أخرج قلت له أنا في الحمام قال لي أخرج وأنت عارف ما من ليهم لأنه حدث كبير قلت له ماذا قال لي نجيب محفوظ أخذ جئيس نوبل وعندما مشنا إلى قصر النيل هو كنيزيس في قصر النيل كانت كل وكالة الأنباء العالمية محيطة به يعني حدث عالمي ولكن نجيب محفوظ قال أنا أعطي التصريح الأول للي قبولي كإستنوبل هما الألمان وعطانا اعطانا التصريح الأول يعني وكانت من أكبر الأحداث الثقافية التي عشتها وأفخر بها لأنني بقيت نعام كامل أنا نعيش من هذه المقابلة صحيح طبعا لأن السويديين طلبوا صور الآن عاملون صور وطلبوا مني الحوار الحوار متور بساعتين وطلبوا مني أفكار عنه وعلى رواياته وعلى أشياء سنة كاملة وأنا فقط نجيب محفوظ تعيش عالة على نجيب محفوظ لأنه الألمان التلفزيون الألماني لما سمعه قالوا يا أخي أنا نحن نعتذر أنه في البداية لم نقدر هذا الرجل فعودوا رأسا وبقيت ليلة كاملة وأنا الحوار حتى نرسله بسرعة وبقيت ليلة كاملة لم أنم إلا ساعة ستة الصباح ليلة كاملة حتى نسحب الحوار من آلة الججيل وترجمه لأنه لابد أن يترجم للألمانية وقمنا بذلك العمل والسادسة السباحا ذهبت إلى الفراش بعد أن أرسلناه إلى ألمانيا ألمانيا يعني بالنهاية تجربة الكاتب تتأثر وتتفاعل مع هؤلاء الكبار الذين قرأ لهم وعاشرهم وعايشهم وما إليه ولكن بالنهاية الكاتب يكتب سيرته الشخصية وحياته الشخصية وما رأيك في من يقول بأن ربما حسن النصباحي لم يكتب غير سيرته سيرتك التي وزعتها على كل رواياتك بالتأكيد يعني كل كتاب السير رمتاح محاضرة حتى الذين يتخفون وراء شخصيات مثل فوقنر مثلا أو مثل جابريال جارسيا مركز يقول أنا لم أكتب إلا تلك القصص التي استمعت إليها وجدي وأنا أعيش مع جدي وجدتي يعني سيرتك الكاتب جويس في أوليسيس حاضر كله يعني استيفان ديداليس في أوليسيس من يكون هو جيميس جويس أنا أيضا لأن ربما يعني أحيانا أعود إلى وأتوزع يعني فترات من حياتي وزعتها في كثير من الروايات وأحيانا مش فقط وزعتها في كثير من الروايات تستعيدها في أكثر من الرواية مثلا مليك نقرأها الوسط ترشيش ومليك نقرأ رماد الحياة يعني دخل المدينة أو العاصمة من بابها الجنوبي يعني هذه الجملة تكرر حرفيا ووصف دخول الشاب أو الفتى من القرية إلى العاصمة نفس المشاهد نفس وحس أنك أحيانا تكرر سيرتك ربما ربما ولكن يعني فيه روايات مثلا كما نوارة الدفلة لا يوجد فيها حاسور مصباح توجد فيها نساء مغربيات تنسيات ومغربيات يعانين من الغربة وتنتج عن أمراض الغربة ما يسمى بأمراض الغربة المغتربون لهم أمراضهم صحيح مثلا رواية اللي هي حكاية تونسية اللي هي ترجمت إلى الفرنسية الآن بعنوان باددوي بور مامير هذه أيضا عن جيل هذا جيل الحرقة من تحر البحار وجيل اللي اللي بدأ ينتحر بطريقة أخرى يعني إلى ويرتكب جرائم وإلى غير ذلك ورواية الجديدة اللي صادرة حديثا عن في دار الأداب لا نسبح في النهر مرتين ربما ليس فيها ما يسمى تعرف هذه الوحيدة التي لم أقرأ لك بعد هي للتو صادرة يعني ولذلك وإلى أن قرأتك كاملا يعني احتملكا نقول هذه الملاحظات رأي ملاحظتي نعم ملكا نقرأ مثلا أصفار حسن المصباحي قراءات حتى قراءاتك أحيانا تكون تسرد مثلا في رواية حكايات ووقائع وفي لحظة تتوقف وتفتح الكتاب الذي تقرأه وتحكي لنا عنه وتكتب بحرية فيها مبالغة حتى أن البعض يخشى عليك من أنك تضيع الحبكة الروائية وأنت تكتب شوف أنا لا أمم بالحبكة الروائية أنا قلت ذلك أنا كاتب حر أنا أتس أنا الكتاب المفتوحة كنت أحكي على زيبالد كنت أحكي على جويس كنت أحكي على كل كتاب الكبار ما عندهم مش هذه القواعد الصارمة في الكتابة القواعد الصارمة في الكتابة لا توجد لا هوميروس ولا ما فيش نموذج يحتلع ليس هناك نموذج طبعا هناك الرواية الواقعية نجيب محفوظ بيدو كتب الواقعية ولكن اللص والكلاب ليست الثلاثية طيب صالح مثلا موسم الهجرة إلى الشمال ورواية الأخرى التي كتب عن القرية السيدونية مختلفة هناك الكتاب الحرة والكاتب الحقيقي هو الذي يخرج ويتمرد على النموذج عن نموذج لأنه إذا كبقي فهو سجين النموذج وإذا لا يبتكر هو سجين النموذج أنا لا أريد أن أكون سجين للنموذج الأدبية مهما كانت يعني مهما كانت سواء كانت رمزية أو واقعية أنا نحب أن نكون حر مثل الراوي مثل الراوي في القرية الذي يكون هو أول كاتب تعثر به ذلك الذي لا يعرف القراءة والكتابة ولكنه يتدفق بالحكي يتقن رواية الحكاية توقف وفيه المسرحي فيه السينمائي فيه كل شيء يجعلك أنت وأنا طفل أتتبع الحركات متاع أسابع وعينيه وجهه العلامات التي تظهر في وجهه ويروي الحكاية هذا إذن التحر من النموذج هو أيضا سنف من من سنوف الإبداع ليس هناك سنف واحد على فكرة من قلبي أن الكتب حاضرة وقراءتك حاضرة في روايتك ولكن مع ذلك ستخصص لها كتابك الأخير هذا بحثا أو ما قبل الأخير بحثا عن السعادة رحلتي مع الكتب فجأني أنك أسميته سيرة روائية نعم وذكرتني بصديقك محمد شكري الذي كتب غواية الشحرور الأبيض نعم وأيضا ضمنه قراءاته بالنسبة لي حالة شكري مفهومة شكري كان الكل يعني سجنه في صورة الكاتب الأمي الفطري فأراد أن يقول لهم أنا متقف وأقرأ ولدي رؤى نقدية وما إليه ما الذي جعلك أن تكتب بحثا عن السعادة ماذا تريد أن تقول من هذا الكتاب أنا أقول مطلع الكتاب أستحذر جملة لكاتب من القرون الوسطى يقول بحثت عن السعادة فما وجدتها إلا في ركن صغير مع كتاب صغير جميل أنا حياتي كلها مع الكتب أردت أن أكتب هذه حبي للكتب وشغبي بالكتب سميها ما شاءت رواية سيرة روائية لأنه أنا عشت مع هذه أردت أن أرويها يعني كيفاش عشت مع هذا الكاتب في ميونيخ في وأستحذر مدن أستحذر شخصيات أستحذر أصدقاء تقاسمت معهم أيضا يعني حب الكتاب وحب الكتاب إلى غير ذلك يعني هي أيضا سيرة يعني سيرة مع الكتب سيرة مع الكتب كيف تعيش مع الكتب وكيف تعيش مش فقط مع الكتب كيف تعيش بالكتاب ومن خلال الكتاب لأنك عمليا امتهنت الكتابة أنت تعيش من الكتابة ليس لديك شغل آخر ولا مهنة أخر ما عندك وإلى الآن تكتب وإلى الآن يجب أن تكتب لكي تعيش بالتأكيد يعني يعني أنا أريد أن أعرف مثلا ألا تحس بالندم لأنك أخلصت للكتابة وللكتابة تجد نفسك اليوم على مشارك السبعين تكتب بدون تقاعد بدون راتب شهري مضبون لا أشعر بأي ندم بل أحيانا تعتريني سعادة لا أستطيع تفسيرها يعني هذا التأشفت ناس ضمنوا حياتهم بالتقاعد وكل شيء ووجدتهم تعسى فلماذا تريدوني أنا أندم أنا أحب الحياة وربما لأني لم أفعل عائلة لم أصنع عائلة تعيش وحيدا وهذه الوحدة ضمنت لي نوع من اللاخ ما أخافش لأنه مثلا معايا يتقاسم هذا الخوف على الأقل أخاف وحدي لما يكون عنده الوحد أطفال وعائلة يصبح خائف على كل شيء أنا يعني هذه الحياة فيها مغامرة وأعرف أنها فيها بوكو دوريسكي ميقول الفرنسيين مخاطرات كثير المخاطرات والمجازفات بالضبط وأنت تقيم في المجازفات أنا أحب هذه المخاطرات وربما أدفع ثمنها أو لا أدفع لا أستو أدري إلى حد الآن أنا دفعت كثير من المرات ولكن المشكلة الذي يعذبني هو أنه الناس اللي ساعدوني لم يكنوا تونسيين الألمان ساعدوني عشت عرب آخر المغرب مثلا يعني إلى غير ذلك أما في تونس فلم أجد إلا الجحود وأقولها وأكررها أنه في تونس الجحود مش معي أنا مع أجيال من الكتاب فيهم اللي توفاوا الشابي اليوم يفتخروا بيه الشاعر التونس الأكبر أكبر إنسان يتعذب هو عبد القاسم الشابي بسبب التونسيين وليس الوحيد علي الدعاجي نذكر لك بشير خريف الكلهم بعد ما يموتوا يصبحوا مكرمين مبجرين أما عندما يكونون أحياء فالجحود يلاحقهم إلى القبر هذا أشوف كينا بعض الأمور عامة لكي لا نخصص نقوله لا تونس أو غير لا نبي في وطنه وبشكل عام لا ولكن نحن في تونس ينتبقى لنا لا لا ومع ذلك شوف أنا من حقك أن تقول ما تريد وأنا أيضا لن أقبلها منك لأنه أيضا كنعرف بأن تونس بلد يحتفي بالتقافة والمتقفين أنت في شي حاجة نقشة حصلت منك ومن أصدقائك تونس ولكن هي طبيعتك أيضا يا حسن أنت مستفز جدا لا أنا صريح أنا صريح لا يعني عندما نقول رأيي في كتب ولكن تقول نقول ربما بنوع من يعني أحيانا من القسوة ولكن أنا أقول رأيي لماذا تريدني أن أقول هذه رواية أو هذا ديوان شعري يعجبني وهو لا يعجبني أشعر أني مناها وهي النفسي وهي النفسي كقارة نقول مثلا هذا الكتاب أعجبني وكتبت أكثر واحد كتب عن تونسين وعن أدب التونسي وان وكتاب متاعي إشراقات الثقافة التونسية يشهد لي بذلك يعني المسعدي كتبت عليه كل أولاد أحمد كتبت عليه كتاب كامل عفيف لخذر المفكر الكبير الذي مات مجهولا في بلاده ولا يزال إلى حتى الآن أنا كتبت عليه كتاب ها هو موجود ضمن الكتب التي أعطيت بها كل هذا من أنا أحبي لوطني وأحبي لتونس ولكن عندما أرىه ولست وعدي فنانين أنا شفت فنان من أحسن المسرحيين التونسي في السبعينات ذاك اليوم وجدته في مقهى ما عندوش ثمن قاوة أليس هذا مؤلمان؟ تقول لي تكريم المثقفين لماذا هذا الممثل يستحق أن يعيش لأنه أعطى البلد وأعطى المسرح التونسي شيء عظيم جدا كممثل وكإنساني لغير ذلك في الأخر في سن متقدمة جدا ثمانين حوالي ما عندوش باش يشرب قهوة وين الثقافة؟ لماذا نحكي على الثقافة بشكل الأحزاب اللي جات هذه ميتين وخمسين حزب لم أسمع واحد منهم يحكي على الثقافة ولا على المثقافين والكل هم ينهبوا في البلد والكل هم يحبوا فلوس وغير قادرين حتى على تسمية إيجاد أسماء جيدة لأحزابهم وحد اسمه قلب تونس والاخر اسمه طلع اسنوة تونس والكله تحية تونس يا أخي ما عندهم مش خيال حتى في أنهم يجيبوا اسم جيد لأحزابهم توريك يعني ضعف وسط حيط لا تناسب التونسيين لماذا لا يجيب أسماء جيدة؟ 250 حزب بالنسبة إلى 12 مليون وهناك فنن يموتون جوعاً وتقول لي يعني تونس ليست قاسية لهذا ستحرب إلى القرية؟ سأعود إلى القرية وليس هروباً أنا همي رجعت من ألمانيا ألمانيا بالنسبة لي في كثير من التونسيين من الأصدقاء يقول لي أنت كيفاش عدت من ألمانيا قلوا أنا ألمانيا ليست بلدي أنا مشيت عملت مغامرة بردك أنت عمل أنت مغامرة عملها مكاني أما أنا عدت وبقرار من نفسي لم يجبرني أحد لأنه أنا نعرف ماذا أفعل في حياتي على الأقل داخلياً أنا أتحمل مسؤوليتي في اتخاذ القرارات وأنت خاي آه لماذا عدت لماذا عدت تشبه تونس يعني نعيش فيها أنا وأخاتر وأكتب هذه رواتي يعني لا نسبح في النهر مرتين لو لم أعود إلى تونس لما كتبتها يعني الكاتب لا يمكن أن تجنوا وتقولوا أنت في ألمانيا ألمانيا عندهم توماسمان وعندهم جونتر جراس وعندهم جوت وعندهم كذا تتريد أن تعود إلى بلدي أنا بلدي رجعني معك للقرية رجعني معك للقرية حسنا أوكي عزيزي أنا فقرة صغيرة جداً أنهي بها بحثاً عن السعادة وهي التالية في فترة هوسي بالهجرة قال لي غرس الله الذي ساح طويلاً في الأرض حافي القدمين وأمضى الشطر الأكبر من حياته في المقابر والكهوف وليس على جسده الهزيل غير برنس قديم اذهب اذهب لكن الهجرة سوف تعلمك أن المكان الأول ترجمة نانسي قنقر